السلام عليكم في هذا الفيديو حابب احكي عن مجموعة عطور امواج كلاسيك مان امواج كلاسيك مان هي عبارة عن 6 عطور تتشارك في الشكل وفي المضمون كلهم بيجوا عبوات زجاجية شفافة لون السائل فيها من اللون الشفاف المائي الى الاصفر يعني كلهم تقريبا نفس الشكل في المضمون تقريبا بتشاركوا في نفس المضمون هي عطور زهرية عطور بودرية عطور كلاسيكية عطور نيش من اجمل اصدارات امواج كلها اصدارات قديمة يعني عرفت شركة امواج من هاي العطور تبدأ من عطور سيلفر جولد ديا بيلارد ورفليكشن وجوبوليش طراحة برأيي الشخصي كل عطور من هاي العطور اجمل من العطور الثاني عشان هيك اي عطور بتشموا من هاي العطور وبتشتريوا وبيعجبك يعتبر صفقة مربحة بالنسبة اليك لانه هاي العطور من الخطوط العطرية الجميلة الرائعة الثمينة لعطور امواج طبعا كلهم اسعارهم نفس الشي على موقع امواج ولكن في الاستورات وفي المواقع خاصة انلاين يتفاوت سعرها من فترة الى اخرى حسب الطلب عليها مرات بتلاقي عطور سعره 200 دولار مرات بتلاقي 350 حسب توفره في السوق هذا باكده ليريكمان عطور ليريكمان في نهاية عام 2020 في العروضات كان سعره 200 دولار الان مختفي من الاسواق وبعض الاستورات المتبقية عندها شوية من ليريكمان عرضه ب450 دولار فعطور امواج حسب الطلب والعرض عليها بظل العطور واحد من هاي المجموعة هو عطور سلفرمان شركة امواج ما بعرف شو السبب شالته من موقعها الرئيسي مش موجوده لكنه ستل متوفر في الاستورات ستل متوفر انلاين العطور هذا ما في كثير حكي عليه بحس انه العطور حظه مهضوم شوي بين العطور عطور النيش وخاصة عطور امواج ما بعرف عدم رضا امواج عن هذا العطور شو السبب مع انه انا باعتبره من اجمل العطور اللي مرت على انفي ومن اكثر العطور امانا في عطور امواج طبعا هاي هي المجموعة المجموعة بتيجي بشعار امواج هاي مش تقسيمات امواج هون سبعة ونصف ميل كل واحدة فيهم بمجموعة خمسة واربعين ميل وسعرها مش رخيص حوالي متين متين واشي دولار وهي سلسلة كلاسيك فان في كمان سلسلة عندهم كلاسيك وومان وفي مودرن مان مودرن مان اللي هي ليريك اميتيشن وانترلود وإيبك وميموار ان اسعافات من الذاكرة وفي كمان عطر ممكن اكون نسيه هاي هي سلسلة كلاسيك مان تتشارك حكينا في الشكل وفي المضمون كلها عبوات شفافة زي ما احنا شايفين ويختلف العطر تقييمي لهاي العطر بناء على رأيي الشخصي قد يكون مناسب اليك هذا التقييم قد يكون لا حسب ترتيبك انت الشخصي ممكن انت تشوف انه هذا العطر افضل بالنسبة اليك من هذا العطر ممكن يكون عطر رقم واحد بالنسبة اليك عطر رقم ثلاث ممكن يكون العطر رقم ستة في هاي المجموعة هو عطر رقم واحد في هاي المجموعة هذا ترتيب الشخصي ولكن بكل صراحة كل عطر يستحب كل دولار تدفع فيه في غنف المكونات في ريتش في كمية كبيرة صعب جدا جدا محاكاة هاي العطور وتقليدها ما مر عني في مجموعة كلاسيك مان اي شركة تقليد او محاكاة نجحت في تقليد اي من هاي العطور عطر رقم ستة في هاي المجموعة وحسب رأيي الشخصي هو عطر سيلفر مان هذا العطر رأيي الشخصي من اكثر العطور امانا في هاي المجموعة او عطر من العطور الامنة في هاي المجموعة انه فعلنا عطور امنة وعطور مش امنة مش سهلة الارتداء بك تجربها مرة ومرتين ثلاث قبل الشراء هذا العطر عطر زهري مسكي باودري واهم نوت هي الحمضية لذلك هو هذا عطر صيحة في مناسب جدا للصيف والربيع اتتاحية حمضية بذكرك برائحة الليمون ليمون الطبيعي يعني الليمون زي ما تمسك حبة ليمون وتشمها مش الليمون الصناعي اللي موجود مثلا في الورموس بورت او في عطور جون بيرفاتوس او العطور الديزاينر بشكل عاملاء هنا نوتة الليمون نوت تانيش صراحة بتشم اشي طبيعي مشكلة هذا العطر اداؤه اداؤه بيعطيك ثمان ساعة طبعا مش مشكلة ثمان ساعة ولكن الاشخاص المتعودين على عطور امواج انه انا بدي عطر 12 ساعة و 10 ساعات وانت اللودي بيعطيك يوم كامل بينما الفواحق لهذا العطر ساعتين عطر من الكنوز المخفية مش كثير في عليه حكي هذا العطر حبيت اقيمه ما بقول انه اجمل واحد في هاي المجموعة ولكنه يستحق يعني في كثير عطور نيش بينحكي عليها في كل الفيديوهات تطلع رقم واحد هذا العطر افضل منها ما بدي اقول اسماء يعني ولكن افضل من كثير عطور نيش كل العالم بتحكي عنها هذا العطر ما بينحكي عنه وهو عطر سيفي عطر جميل اداؤه جيد سعره مناسبة خاصة انه الشركة وقفته وبالتالي بتلقوه باسعار منافسة بنصحكم جدا بتجربة هذا العطر ما في اشي سيء ما في اشي قوي بالعكس عطر صيفي ربيعي ممكن يكون خريفي عطر توقيع عطر مناسب للعمل عطر في حمضيات مختلف عن بقية هاي المجموعة هو العطر الاكثر اللي تبرز فيه نوتة الحمضيات بقية المجموعة ما فيها بروز لهاي النوتة رقم ستة في سلسلة عطر كلاسيك مان هي عطر سيلفر مان المركز الخامس عطر ضيامان ضيامان معروف من اسمها معناها ديلي او يومي هذا العطر للاستخدام اليومي عطر جميل جدا جدا النوتات لهذا العطر اشهر اشي واشهر مكون وهم مكون موجود هي نوتة اليالينغ وهي نبتة استوائية بتطلع في جنوب شرق اسيا هي فاكهة تعطي هذا العطر التفرج شفناها في جوتشي بامبو لكن النوتة هناك اصطناعية هون النوتة الطبيعية جدا جدا بالاضافة للفاتيفر اذا بتحب الفاتيفر في العطور رح تحب ضيامان واذا ما بتحب نوتة الفاتيفر جرب برضو ضيامان رح تصير تحبها رح تصير تعشق هاي النوتة العطر غني في ريتشنس عطر للاستخدام اليومي عطر لاشخاص اللي بيروحوا عم كاتبهم عطر لرجال الاعمال لاشخاص احد رجال الاعمال قرأت له مقولة اجمعني بستة اشخاص في غرفة واعطيهم مجموعة من العطور واعطيني الشخص اللي اختار ضيامان رح اوظفه عندي لانه هذا الشخص هو الشخص اللي عملي فيهم فهذا العطر عملي جدا عطر امن عطر جميل النوتة مش مكرورة الاداء ايضا قريب من اداء سيلفر مان مش الاداء المونستر اللي متعودين عليك في عطور امواج مش الاداء التن بلس اوار اداء بيعطيك اداء محترم يعني سبعة لثمان ساعات ثباتية وفوحان ساعتين لثلاث ساعات جيد جدا برأيي وسعره منخفض الى حد ما مش كثير عليه حكي عشانك ما بتطلع كثير اسعاره زي ليريك وإنفليكشن انترلود هاي العطور او انترلود بلاك ايريس اللي كثير عليها حكي كثير بتطلع اسعار رقم خمسة في هاي المجموعة عنا عطر ضيامان من امواج رقم اربعة في هاي المجموعة عطر بلافد مان من امواج هذا العطر عبارة عن قنبلة من الجاذبية في عبوة عطر عطر للاشخاص المتزوجين عطر انكاونتر عطر للاشخاص القريبين منك عطر شهر العسل اجمل النوتات في هاي العطور كلها على الاطلاق على الاقل برأيه اكثر عطر في هاي العطور في النوتة السبايسيه بالعاده تعطي نوتة جذابة جدا في العطور نحظناها في عطر إيفستالوران كله يعتبر رقم واحد في عطر الانكاونتر job او عطر المتزوجين لela هون النوتات السبايسيه مع النوتات الزهريه مع بعض النوتات الحمضية مع النوتات الارضيه طبعا قطور الأمواج اللي بيخليها تتفرد هي كمية النوتات يعني الأمواج لما تعلن لك عن 30 نوتة بكل صدق بتكون 30 نوت وال30 نوتة محبوكة بطريقة معينة وصعب أي شركة تقلد هذه النوتات أن المختلطات بطريقة صعبة جدا وفي أحد العطارين المشهورين حكالي في محادثة أنه ليش ما بتعملوا عطور زي عطور أمواج حكالي الشركة بتعلن عن 40 نوتة مثلا أو 30 نوتة زي انترلود بينما النوتات الحقيقية بتكون 70 و 80 يعني بتكون أكثر بتكون نسبها قليلة فالخلطة هذه العطرية تعطيك في النتيجة هذا العطر الجميل اللي هو من أجمل وأروع العطور اللي مرت على أنفي مشكلة هذا العطر هو أقلها ثبات العطر بيعطيك 6 ل7 ساعات ثبات وفوحان ساعتين لأنه بمنتهى البساطة مصمم أنه ما يكون فواحي كثير عشان ما يقاذي الشخص اللي قريب حولك لأنه عطر للمتزوجين عطر لشهر العسر عطر للأشخاص القريبين جرب هذا العطر مش رح تندم وأيضا كثير بس مع نسخة عمان نسخة بريطانيا جربت النسختين شفت انهفي تقارب كبير بين عطر أمواج العماني والبريطاني يعني نفس الشي تقريبا column ولكن في بعض الاشخاص نفسيا برتاح لنسخة العمانية اذا توفرت عندك النسخة العمانية اشتريها ولكن اذا توفرت لنسخة البريطانية حسب التجربة وفي النهاية شركة كبيرة إيجُرح يكون عندها المكنتج هنا مكونات مكان آخر مكونات بتضرب صمعتها في المركز الرابع حل عندي أمواج بلافد مان في المركز الثالث في هاي المجموعة أمواج جولد مان هذا العطر مختلف تماما عن العطور الثلاثة اللي حكيناها هذا العطر مش آمن بالمرة جرب مرة ومرتين وثلاث قبل الشراء هذا العطر هو الأساس والفكرة لتأسيس شركة أمواج بتوقع الملك قابوس اللي يرحمه طلب من أحد العمانين ويصنع له عطر معين يكون متفرد أو أحد الملوك والأمراء في دول الخليج طلب من الشركة العمانية اللي هي كانت أمواج وكان شكله يختلف كان بيشبه الخنجر العماني تماما هي هدثة شكل العبوة بتشبه الخنجر العماني ولكن كانت تماما بتشبه الخنجر العماني يعني خنجر عماني وفي جواها الجوس العطري أو السائل العطري أصمم له جولد مان في روايتين عن هذا العطر العطر صمم في الثمانينات وفي رواية ثانية صمم في التسعينات وخرج الأسواق في الألفية في الألفين، ألفين واثنين، ألفين وثلاثة هذا العطر هو عطر للشخصيات القوية وأيضا يقال أن هذا هو العطر الشخصي لبوتين لرئيس الروس بلاديمير بوتين العطر مش آمن عطر قوي جدا 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 المسك اللي في هذا العطر يتوهج بطريقة بودرية خاصة على الجلد اسم على مسمى عامل فيديو كامل عن هذا العطر بفضل لكم تراجعوه بيشبه إلى حد ما شانل نمبر فايف النسائي ولكن بطريقة ريتشنس أكثر الغنى أكثر هون وانتزاج المكونات أكثر في عطر أمواج والعطر أكيد من زي شانل نمبر فايف النسائي هذا عطر ذكوري جدا 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 بيعطي بطريقة بودرية بيعطي بطريقة كلاسيكية بيعطي بطريقة جميلة مش أي شخص بيرتدي هذا العطر بالدقوة شخصية للمدراء لأصحاب الشركات للشخصيات المهمة عطر فوق الخمسة وثلاثين أو فوق الثلاثين منموم الشبابي يعني مش شباب كتير يعني تين ايجر أو مراهقين جربوا قبل الشراء أداء ممتاز جدا فوق العشر ساعات ثباتية فوحان فوق الأربع ساعات ما بفضل تستخدمه في أي فصل غير الشتاء والخريف أو في أيام اللي بتنزل فيها درجة الحرارة في الصيف مساءات الصيف في الليل أداءه ممتاز سعره شوي مرتفع محافظ على سعره والعطر بقلك مديح جدا جدا وبدك تكون متوقع إيش يعني عطر خليجي قوي جدا لشخص لملك من الملوك هذا عطر الملوك حل عندي في المركز الثالث لأنه في رأيي الشخصي وحسب تجربتي أنه هاي العطر كلها جميلة ولكن هنالك ما هو أجمل في المركز الثاني في هاي المجموعة أمواج رفليكشن مان هذا العطر هو رقم واحد في عطور النيش في الغرب اسأل أي واحد أو أي يوتيوبر غربي عطر رقم واحد من عطور الصيف عندكم رح يقول لك أنه عطر أمواج رفليكشن مان وهذا العطر صراحة يستحق يستحق هذا الكم الهائل من الحديث عنه ولا شركة قدرة تعمل له تقليد أو محاكاة أو أي عطر قريب منه عطر بيعطيك نوتة اليسمين والزهور البيضاء بطريقة بودرية ذكورية بطريقة جميلة كلاسيكية كلاسية لشخص بيرتدي بدلة شخص مضبط حاله للعرسان ليلة العرس أنك ترش هذا العطر عطر صيفي ربيعي ممتاز جدا عطر توقيع بنصح أي حدث في الدنيا حاب يجرب عطور نيش ومتردد على كمية الفلوس اللي رح يدفعها لأن العطور النيش غالية والفلوس بتكون مرتفع سعرها إذا حابب أنه يشتري إشي بلاين باينج أو عمياني ومش متوفر في بلد وبدو يوسع عليه من بره أونلاين أو من أحد الأقرباء مسافر أمواج رفليكشن مام أكيد الخيار المناسب إلك هذا العطر أداء ممتاز بيعطيني تسع ساعات تباتير فوحان أربع ساعات فواح جدا هذا العطر مناسب كتير للصيف وأيضا يستحق كل دولار تدفعه ما في أي عطر نيش أو ديزاينر بيشبه هاي النوتا في تفرد في النوتا يستحق ويستحق كل دولار تدفعه في هذا العطر حل عندي في المركز الثاني أمواج رفليكشن مام كل شركة في مناسبة تأسيسها سواء مر عليها عشر سنين أو عشرين سنة أو مئة سنة صمم عطر يظل محفور في الأذهان شفنا شركة كريد في ذكرى تأسيسها المائة أو المائتين صممت كريد أفنتوس كريد أفنتوس أشهر من نار على علم في علم العطور بينما شركة أمواج صممت جوبوليشن توني فايف اللي هو عندي رقم واحد في ذكرى تأسيسها الخمسة وعشرين طبعا مكتوبة بالأحرف الرومانية العطر كمية النوتات اللي موجودة في هذا العطر رهيبة العطر مش للمبتدئين مش آمن مش للأشخاص اللي بيحبوا النوتة السهلة في العطور هناك خليط كم حوالي أربعين لخمسين نوتة بتمتزج في هذا العطر بطريقة متوازنة بطريقة جميلة من أجمل العطور عندي برأيي شخصي شركة دبواء شركة تنيش إيطالية في أحد عطورها بتوقع نيويورك ناسي الرقم ممكن أحط لكم صورته على الشاشة صممت عطر بيشبه أو في منه من الخط العطري لجوبوليشن توني فايف لكن سعره شوي أغلى من جوبوليشن بشوفه شتوي خريفي ممكن شوي ربيعي أكيد مش صيفي العطر بتوهج بودري قوي ذهبي كل المكونات اللي موجودة في كل عطور أموات جابوها وحطوها في جوبوليشن توني فايف برأيي شخصي إذا أنت بتدون على عطر آمن عطر سهل الارتداء عطر إيزي توير عطر يتحبوا جميع الأشخاص اللي بيحبوه حواليك ومعك مبلغ أنت مش جامع عطور ريفلكشن مان أو أحد العطور الكلاسيكية الأخرى بستناء جولد هو بديل أو خيار مناسب إليك إذا بتدور على التفرد نوتة ما حدشة منها نوتة قوية بتحب العطور القوية أهلنا في الخليج خاصة بيحبوا العطور القوية العطور المتفردة النوتة اللي ما في حدشة منها نوتة المسك بنصحكم جدا بتوقع المسك اللي يستخدم في عطور أمواج هو مسك طبيعي يعني ما في مجال أن يكون نوتة أي نوتة سينثاتيك أو اصطناعية في هذا العطور في النهاية هذا رأيي الشخصي ممكن تعيد ترتيب العطور بطريقة أخرى تناسب الناس رح حط ريفلكشن رقم واحد ورح أغير الترتيب إذا كانت على حسب حب الناس إلها والحكي عنها ولكن رأيي الشخصي وحب الشخصي أنا بفضل جوبوليشن عطور يستحب كل دولار تدفعه في هذا العطور حاليا مختفي شوية للأسواق حتى أنه على أكثر من موقع عطور ما وجدته وبالتالي ممكن تسعره شوي مرتفع هسا في نهاية الفيديو بشكركم على المشاهدة باتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا إذا عندكم رأيي آخر في هذه العطور بطريقة ترتيبها بطريقة أخرى باتمنى تضيفوها في تعليق وشكرا على مشاهدتكم باتمنى تشتركوا في قناتي على الانستغرام في جروب تجارب عطرية